صباح الخير هذا النبات هو نبات السيزوفيون وهذا الاسم العلمي إليه محليا نسميه نبات البربين لأن شكله يشبه نبات البربين مزهر طوال العام والأزهار بلون زهري نجمية الشكل شكلها كلش حلو يعتبر من مغطيات التربة هذا يعني يغطي سطح التربة أو المنطقة اللي متواجد بيها أشبه بقطعة السجاد اللي نفترشها داخل البيوت العناية بالنبات كلش سهلة وبسيطة رغم أنه النبات عصاري أي يغزن الماء بالساق والأوراق إلا أنه ينمو بشكل جيد عندما يسقى بكميات غزيرة من الماء بالنسبة للشمس يحب أشعة شمس مباشرة يزهر ويزهر عندما يتعرض إلى أشعة شمس مباشرة نوع التربة اللي يزرع بيها حي الله أي نوع تربة متوفر عندك ما راح النبات يواجه أي مشكلة لأن عندها قابلية كبيرة على التأقلم بمختلف أنواع الترب تقدر تزرعه بسندانة وتقدر تزرعه مباشرة بالأرض راح يتحمل ورح ينمو ورح يتكاثر هذا النبات يتكاثر بصورة كلش سهلة كل ما عليك تاخذ غصن بطول مناسب من أي مكان تقطع ماكو أي مشكلة ورح نحفر حفرة بالأرض ونغطي الغصن بالتربة ورح ينمو هذا الغصن إلى نبات جديد ورح يبدأ يتفرع وينتشر بالمكان اللي متواجد به هذا كل ما يتعلق بنبات السيزوفيوم أو البربين بالنهاية خلي لايك واشترك بالقناة وتركنا تعليق صغير من خلاله تشجعنا حتى نستمر بالمزيد والأفضل ترجمة نانسي قنقر